شهد اليوم الأول لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية العديد من الفعاليات والندوات وتعد السنغال ضيف الشرف للمهرجان في دورته الثانية عشر والتي ستنتهي في العاشر من فبراير الجاري احتفاء بالهوية الأفريقية انطلقت فعاليات اليوم الأول لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الثانية عشر فعاليات عديدة تشهدها دورة هذا العام مثل الندوات الفنية والمؤتمرات الصحفية لأبرز صناعة السينما من مختلف الدول الأفريقية المشاركة وشاهد اليوم الأول للمهرجان ندوة الاحتفاء بالسينما السنغالية قضيف شرف لدورة هذا العام بالإضافة إلى ندوة الانتاج السينمائي في الألفية الثالثة وتتواصل الدورة الثانية عشر من المهرجان حتى التاسع من فبراير الجاري تحت شعار سينما خلود زمان بمشاركة أفلام من ثلاثين دولة ويشارك في المهرجان واحد وثلاثون فيلم تتنافس على مسابقات الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة